أعقد وزير الإسكان شريف الشربين اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 والتي أعدتها الوزارة في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة كما استعرض الوزير الخطة التي أعدتها الشركة القابدة وشركاتها التابعة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من المحافظات لتقليل الفاقد من المياه مؤكدا أهمية العمل على تقليل الفاقد إلى أكبر نسبة ممكنة والتوسع في حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب